السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي إن شاء الله ناخد مع بعض الوقت اكثر سايز تمرين أمر كبلاري على المفردات للدرسين الأول والتاني من الوحدة الثامنة من كتاب المعاصر للصف الأول إعدادي بداية من صفحة 68 أول سؤال خاص بالاختيارات السؤال الرقم واحد بيقول إذا نقط is a large area يعني large area of land يعني منساحة من الأرض مساحة أو منطقة كده large يعني كبيرة covered with يعني بتكون covered يعني مغطاة بي مغطاة بي trees مغطاة بالأشجار and plants والنباتات إيه اللي مساحة من الأرض كده أو منطقة مغطاة بالأشجار والنباتات طبعا ده اللي هو إيه طبعا ده اللي هو the forest ده تعريف the forest الغابة مساحة فيها كتير من الأشجار والنباتات Egypt has a lot of about one hundred and two million people عايز يقول لي هنا مصر بيكون فيها عدد سكان about يعني حوالي مية واتنين مليون مليون نسمة يبقى Egypt has a بيكون فيها عدد سكان أو تعداد سكاني حوالي كلمة population لو فيها تعداد سكاني أو عدد السكان اللي فيها حوالي مية واتنين مليون نسمة رقم تلاتة بيقول لي هنا بانكوك is a very new city بتكون مدينة ايه جدا there are too many people there طالما قال لي too many people يعني يوجد فيها ناس كتيرة أكتر من اللازم اذا فهي مدينة ايه مدينة مزدحمة جدا يبقى is a very crowded city بتكون ايه بتكون مدينة مدينة ايه مدينة مزدحمة very crowded مزدحمة جدا رقم اربع Egypt is a great note مصر دي بتكون ايه رائع أو عظيم in the middle is middle is في الشرق الاوسط مصر بتكون ايه رائع كده في الشرق الاوسط مصر دي ايه طبعا مصر دي بتكون country بتكون country او a great country يعني دولة رائعة او بلد عظيم في الشرق الاوسط رقم خمسة بيقول لي هنا the great pyramid اللي هو الهرم الايه الهرم الاكبر was built يعني بنية thousands of years ago منذ ايه بنية منذ آلاف السنين so لذلك it's a or an odd building طالما هو بنية منذ آلاف السنين يبقى هو مبنى ايه مبنى قديم ولا مبنى حديث طبعا مبنى قديم يبقى so لذلك it's ده هو بيكون an ancient building بيكون مبنى قديم جدا او اسري ancient يعني قديم بعد كده رقم ستة بيقول لي عايز اقول ده هي العاصمة بتاعي تايلاند عاصمة يعني capital يبقى بتكون العاصمة لتايلاند رقم سبعة بيقولي هنا we need to buy some more water احنا محتاجين ان احنا نشتري مزيد من المياه this bottle is يبقى الزجاجة بتكون ايه طالما احنا المفروض بنشتري مياه يبقى الزجاجة بتكون ايه طبعا الزجاجة دي بتكون empty empty يعني ايه فارغة هذه الزجاجة فارغة ذا تحية مصر نقط goes over بيعبر ذا ميل النيل انكيرو في القاهرة بيمر كده من على النيل او بيعد على النيل في القاهرة ذا تحية مصر برج يعني كبري تحية مصر بيمر كده من اعلى النيل في القاهرة رقم تسعة يقول هنا ذا سويس كونال يعني ايه يعني كنات السويس نقط ذا ميداترانيان سي عايز اقول هنا بتربط ما بين البحر المتوسط تو ذا ريتسي بتربط البحر المتوسط بالبحر الايه بالبحر الاحمر كلمة تربط يعني ايه يعني يبقى قنات السويس تربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط رقم عشرة كان ينقط عايز يقول له هنا تقدر ان انت تعمل ايه ما بين الحياة عايز يقول له كده كارنلي بين الحياة في ذا سيدي الحياة في المدينة كارنها لي بالحياة كارن يبين الحياة في كارنلي بين الحياة في المدينة والحياة اللي في الريف يبقى كان يو هل تتصصدية تقدر ان انت تكارن بين الحياة في المدينة والحياة في الريف رقم 11 بيولي 500.000 حوالي 500.000 visited Egypt زاروا مصر last April اللي هو شهر إبريل الماضي حوالي 500.000 زاروا مصر الشهر الماضي أو شهر إبريل الماضي طبعا حوالي 500.000 500.000 من السياح visited Egypt زاروا مصر رقم 12 بيولي something you can go through to travel under the sea or through a mountain is called عايز يقولي هنا شيء ما something شيء ما أنت تقدر go through يعني تذهب عبره أو خلاله to travel عشان أنت تسافر under تسافر تحت تسافر يا إما تحت البحر or through أو عبر الجبل من دخل الجبل كده أو بتسافر تحت البحر ده عن طريق إيه is called يدعى أو يسمعي أقدر أني أنا سافر من تحت البحر أو عبر الجبل لما أكون بسافر في إيه بسافر في عبر النفاء tunnel اللي هو النفاء بنمر كده في النفاء تحت البحر وعبر الجبل رقم 13 نقط is إنجليش is easier نقط مي بيكون بالنسبة لي يعني بيكون أسهل تستضي إنه أنا أذكره than mass عن الرياضيات الإنجليزي بالنسبة لي سهل إنه أنا أذكره عن mass عن مادة عن مادة الرياضيات أسهل بالنسبة لي يبقى easier for me بالنسبة لي رقم 15 بيقولي هنا what نقط is the great pyramid عايز يقولي هنا طبعا great pyramid اللي هو الهرم الإيه الهرم الأكبر عايز يقولي هنا إيه هو الارتفاع بتاع الهرم الأكبر ما أو ماذا what يعني ما أو ماذا بيجي لي بعدها الاسم تمام لكن لو كانت how كان جالي بعدها الصفة يبقى what ما أو ماذا جالي بعدها الاسم أو عايزين بعدها الاسم وهو height إيه هو الارتفاع what height يعني ما ارتفاع is the great pyramid إيه هو ارتفاع الهرم إيه ارتفاع الهرم الأكبر ارتفاع الهرم